بيكسل 4 السلام عليكم أهلي فيكم فيديو جديد اليوم راح نتكلم معاكم عن اليوم راح نتكلم معاكم عن بيكسل 4 اسوأ جهاز بالنسبة لي لالفين وتسعة عشر يعني هالقيمة ذي اقدر اشتري فيها والنبلاص يمكن يريحني علمكم مشاكل كهاردوير البداية مشاكل خفيفة بتكلم كهاردوير البطارية سيئة جدا 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 من اليوم من امريكا للسعودية جهاز 2700 تقريبا او 2800 لا ادري بس احس ان بل ايفون 5 اس فضل من طبعا لو تتغرنون البطارية ابل ما تتكلم بنسبة البطارية لان اي او صغير النظام ما يستحلك كلفات ذيك القوة في البطارية لكن في اندرويد 2800 يعني ثلاث ساعات يجلس معايا ومع اني ما استخدم شيء قوي للناس اندرويد ما حب البرامج اللي فيه ما حب استخدام البرامج البرنامج مزيف بالنسبة لي برنامج مبنى من الصفر في الاندرويد اعلمكم المشاكل الموجودة الجهاز تصوير الصور فوتوغراف فيديو ما يوصل ايفون افضل الصور برضو حتى في العزل حتى في تصوير الليلي ايفون ايفون 11 ايفون برو ايفون برو ماكس افضل بكتير الا بتصوير المجرة ممتاز كاميرات افضل ايفون 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 افضل لكن ايفون 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 اغلب الخلفية هذه تصور 4K 60 فريم هذه 4K 60 فريم الأمامية 4K 60 فريم هذا الحبيب كاميرات الخلفية هم من نفس الفضاءة تأخذ ولكن الورق تصور 4K 30 فريم أقبل 4K 60 فريم في الخلفية من 2016 أو 2015 6S اللي قدام بصور 1080 ولو الورق 4K 30 فريم فتصوير الفيديو معنصحكم فيه الأشياء اللي واجهتني فيه أول شيء الجسجر اللي في الاندرويد حين 10 نمسوين الحركة أقدر أغيره أعرف بسنا نتكلمك عن الجسجر نفس الآيفون نفس التنقل نفس الحركات التي نحطيني في الآيفون أول حاجة اللي واجهتني في الواتساب خلينا نتكلم في الواتساب حين دخلت الواتساب أبير الدارد الشخص أضغط هنا صوت مثلا أقدر رفع وأقفل أنا أكثر مرة أضغط هنا وأرفع وأقفل في الواتساب وأكلم الشخص وأرسله لكن في الاندرويد خلصنا الكيبور تحت لضغط كده برفع أقفلة يطلع من برنامج يحسبني أني صوت كده طلعت من برنامج مدري ليش مدري كان شفته الحركة أجرب مرة ثانية ما أقدر طبعا في حركة ما أفعله قبل ما أكلمه أضغط هنا أرفع الكيبورد عن المسافة اللي تحت عشان ما يحس أني أطلع أضغط هنا وبعدين أرفع وأتكلم الحركة الثانية أيضا أستخدمها كثير أنا أول يومين اكتشفت حتى سألت قال لي عندكم منتذ الحركة أنا أجربها أستخدمها كثير ألا وهي لديت أصور فيديو هنا في الآيفون في الواتساب أيضا أتنقل مدلا كده أقدر أضغط الشاشة مرتين أقلب الشاشة الأمامية مدلا ما تشوفون الرجال خلفي نفس الواتساب وأنا أسجل فيديو في الاندرويد ما تصير ما تقدر تقلب في الواتساب أقل لكم لم تتكلم سناب شات يعيد كل ستوريز ستوريز لينزلني تحت على الأشخاص المشترك أشوف أشخاص يقولون ما مشترك فيهم أطلع ونزلي تحت ويكمل يعني ما عجبني الصوت حلو سبيكر ممتاز مع علامة كويس تشحن كويس لنا 2800 لكن بطارية يعني قمت أعطي قمت أشحن من لايباد كثير يعني أخذ لايباد معي وركبه وعطي بطارية من لايباد فالجهاز سيء جدا 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 جهاز يمكن أقدر أشتري في 2016 2017 يعني لكن خلوا أريكم الأشياء اللي عندي طبعا بجيب الاندرويد عندي برضو ويندوز فون يعني لو تقولوني ما استخدمت لا استخدمت مانا بنطلع الموضوع لكن هذا ويندوز فون بس كالتجربة يعني بشوف النظام عندي كسبيريا هذا الغديم استخدمته بعدها تشريت سامسونج أو سامسونج نيكسس تقريبا اسمه دلكسي نيكسس استخدمتها ممتاز ما في شيء بس يديك الفاترة يعني قبل وين 2011 تقريبا أو قبل النكسس ممتاز إلى الآن يعجبني إلى الآن يعجبني طبع بطارية أوكي لأن الصغير هذا وبطارية وتسعين فريمز وتسعين هيرتز أوكي وتسعين هيرتز فذا الكبير يمكن يفضل يعني يعطيك أكثر للبيكسل فور اكسل أنا عارف بس الفور أنا عجبني الحجم الصغير ليش هالبطارية فالجهاز هذا ممتاز لكن هذا وأيضا عندي بيكسل 2 بيكسل 2 مثل ما تشمونه ممتاز يعني أوكي ليش الداونجريد في البطارية ليش هذا ممتاز كويسة بطاريته في الحجم ليش الداونجريد ليش تسعين ريوس ليش ما أدري بس هذا ما أنصح أي شخص يعني يشتري هذا ما بقولك ما أنصح أي شخص يشتري أندرويد يشتروا أندرويد بكيفكم لكن أضعوا باعتباركم ببرامج لا أعلم لا أعلم ألف ميجابيكسل لا أعلم الجهاز لا تستخدم لا تستخدم في أي شيء البرامج أصلا مصنوعة هنا أي مبرمج ببرمج حتى لو تكلموا ببرمجين أبل تجبره يستخدم برامج أبل لبرمجه وتجبره بحجم الشاشة والكاميرا على الآيفون الأندرويد لا تستطيع إخذ الكواد نفسهم بسرعة بسرعة ترتيب جوجل وتنزلهم هنا حتى دعم حتى البرامج لا يشتغل لا يشتغل لا يشتغل يشتري الجهاز ب2000 أو 3000 بس لكي يشتغل يشتري الجهاز ب200 لا تقول لي أنك تستخدم الجهاز ولا تقول لي أندرويد أفضل ما تستخدم تعبت ونتكلم الجهاز ببرامج برامج جوابك كويسة لماذا أمدح الجهاز هذا الجهاز ما أنصح أي شخص تشتري تحب الأندرويد راح بيكسل راح شاومي راح رأو جي أو شي اسمه رأو جي فون ما شي اسمه في الشركات كثيرة هواوي يمكن كويسة برضو وان بلس أنصحكم فيه لكن هذا الجهاز الشيء الوحيد الكويس فيه النظام بس أن النظام هو آخر جهاز ينزل فيه النظام يعني أفضل نظام فيه وهو وندس 10 برضو هذا اللي هنا البيكسل 2 فيه نظام وندس 10 لكن هذا أوكي هذا الشيء الوحيد للموقف وان جوجل لكن جوجل طاحت اسهمها وبطيح اسهمها برضو بسبب هذا الجهاز اللي ما بعرفه تصنع ما دل ليش صانعة الجهاز أصلا بس ما بيطول معكم فيه وأتوقع أني طوالت الآن ففي نهائة الفيديو لا تنسوا مشترك في الغناه ونشر المقطاع وعمل لك المقطاع بطريقاتكم تهمني ولا تنسوا مفضل دعاكم وهذه انطباع النهائي لحق الجهاز ما انصح شيء شخص يستخدمه علي ما توقع جسمعه يعني جهاز علي شغل جامد بقوة أكثر مني استخدام بسيط افتح البرامج استخدمه لازم تسكر البرامج يعني حركة الاندرويد لازم تسكر البرامج بقوة أحد لا يجب ان تسكرها فهذا اشخاص الذين لديهم ابل نرفع الحركة برامجك لا يجب ان تسكرها برامجك اللي فتحها لا يجب ان تسكرها بقوة أبل بالحالة ترتب كل شيء لا يجب ان تسكر برامج الحمد لله لانمت ال اي او اس السلام عليكم راتيسو وانفضل دعاكم